مرحبا صباح الخير عبدالله صباح الخير لجميع مشاهدي قناة الإخبارية نعم لترى أفضل هذه الحملة التوعوية انتدادا لحملة نجران تناديك التطوعية والتي أطلقها سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وشملت العديد من المبادرات والحملات التوعوية والتطوعية أيضا في العديد من المواقع بمنطقة نجران للحديث أكثر عن جمعية بصيرة وأيضا حملة الجمعية بعنوان لترى أفضل التي تم تنفيذها في الأيام الماضية أستضيف معي عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز الرشا وهو أخي صائي بصريات ولن رح فيك أستاذ عبدالعزيز معنا عبر شاشة قناة الإخبارية ثانيا حدثنا عن هذه المبادرة ومن عمل معكم في هذه المبادرة ما هي الجهات التي ساندتكم حياكم الله صباح الخير على الجميع المبادرة هي بعنوان تغيير حياة مرض القرانية المخروطية في منطقة نجران تحت شعار لترى أفضل بالنسبة هنا كمشاركين نحن كطاقة موفريق أخصي بصريات في المنطقة مع التعاون مع أعضاء من جمعية بصيرة قمنا بعداد فكرة عن مرض معين له مرض القرانية المخروطية اللي يتواجد به عدد كبير من المرضى في نجران ولذلك تم اختيار هذا العنوان بالتحديد جميل إذن أنتم قمتم ركن توعوي فماذا قدمتم من خلال هذا الركن جميل الركن التوعوي اللي أعددناه أعددناه بصورة كعيادة مبسطة عيادة عيون لكشف مرضى القرانية المخروطية والله الحمد يوميا كان عدد زوارنا ما يقارب من خمسين إلى ستين مريض وبعد اكتشاف أي حالة القرانية يتم إحالتها إلى المستشفى بقسم العيون وزملانا الأخصيين يقومون بما يلزم المريض بالطرق المناسبة كعلاجية أو ما يحتاجه من حلول جميل إذن لو تحدثنا بإيجاز أستاذ عبد العزيز ما هي الحلول للقرانية المخروطية القرانية المخروطية عبارة عن مرض في القرانية المخروطية في القرانية للإنسان ويأثر عن نظر بتفاوت في قرانية أولويية وفي قرانية متوسطة وعلى ذلك يتم العلاج القرانية في بدايتها تم علاجها بالنظارات عندما تكون متوسطة يعالجها عن طريق العزيزات الليينة والعزيزات الصلبة وأيضا نعالجها عن طريق التسليط الضوئي وهو طريقة نسميها الكروس لينكينغ اللي هي بالتسليط الأشعة الفوق البنفسجية لقرانية الإنسان وتشبيعها بفتمين بي 12 على ضوء ذلك نبدأ بالعلاج كأخصة بصريات في القسم في قسم العزيزات هو القسم الأكبر لعلاج القرانية المخروطية جميل الله أعطيكم العافية أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أستضيف معي أيضا الأستاذ ماجد القارح عضو ونائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية بصيرة وهو أيضا أحد المكفوفين أستاذ ماجد حدثنا عن جمعية بصيرة طبعا الجمعية حديثة التأسيس ولكن حدثنا عنها صباح الخير جمعية بصيرة هي جمعية ناشئة جمعية بصيرة خاصة بالمكفوفين للجنسين في منطقة ناجران نسعى لتقديم الخدمات الاستشارات النفسية والطبية للكفيف نفسه وأسره أيضا نقدم الخدمات التعليمية أيضا نقدم الاستشارات بشكل عام بما يخص المكفوفين نسعى إلى أن تكون الجمعية عون لكل كفيف وكفيفة في منطقة ناجران لدمجهم مع المجتمع أيضا لتثقيف المجتمع عن أهمية الكفيف وكيفية التعامل معه جميل نعلم أن الجمعيات على عاتقها دور مجتمعي جميع الجمعيات حدثنا عن الدور المجتمعي الذي يقع على عاتق جمعية بصيرة جمعية بصيرة العاتق المجتمعي نقوم بمبادرات مستمرة لنشر الوعي عن الكفيف وعن مدى أهمية الكفيف في المجتمع أيضا كيف يكون الكفيف مندمج مع قرانه الآخرين كيفية التعايش معهم أيضا كما ذكرت لك الحملات مستمرة بدأناها لترى أفضل وهناك مبادرات كثيرة لنشر جمعية بصيرة لكل بيت في المجتمع النجراني وفي المملكة العربية السعودية أتمنى لكم التوفيق أستاذ ماجد الله يعافيك وشكرا للأخبارية وشكرا لك يا أستاذ عبد الرحيم على جميع ما تقدمه لا الجمعية بصيرة ولا أي جمعية أخرى في المنطقة أتمنى العافية إذن عبدالله هذا كان حديث الأستاذ عبدالعزيز الرشة خصائي بصريات وهو عضو مجلس إدارة جمعية بصيرة وأيضا الأستاذ ماجد القارح نائب رئيس مجلس الإدارة عن الجمعية بصيرة وأيضا عن مبادرة لترى أفضل التوعوية والتي تم تنفيذها الأيام الماضية نعود إليك عبدالله في الاستوديو بالصوت والصوت نعم شكرا جزيلا عبد الرحيم الشبان